اسمعنا كلنا افضل افضل اريد اقول حاجة واقل طب انا عايز اقولك ان الصوت مش وصل لنا عشان ما تزعلش بس انا هقولك على حاجة المفروض ما يبقاش فوق السقف ده حتة الطراب اذا كنت سمعني فوق اي سقف من اسقف اي منشآت احنا بنعملها بننساها تحت ما يبقاش فيه حتة ورقة مرمية دي مسئولية المحطة والناس القائمين عليها لا طراب فوق ولا لمبة محروقة ولا ورقة مرمية تحت على القطبان ولا متزيتها ولا كلام مندها معلش يا كامل لا تحتمل لا هايزين انتو عارفين ليه الناس كانت بتضرب الاطر بالطوب عشان كان شكله كده تعبان فهو مش عجبه رفضه لكن لما يبقى كويس لما حد يعمل كده نحزم مش كده وبس احنا ما نقبلش ان محطاتنا لما اغزى يبقى عليها نقطة زيت ولا شاط ماء مرميين ولا مكسرة ولا كده طب ازاي ما عرفش انا مالي انا مالي باللي شغلان عمليش دعوة حاضري فان ولا لمبة محروقة ولا اطرف والبتاع ولا لا لا فيش كلام مندها تمام فان احنا عدين نشوف شغلنا كل مكان في عمال موجودة تعمل الشغل اللي بنتكلم عليه تمام فان لو جيت كل يوم الصبح جبت عملت استفاف للناس اللي عندك في المحطة وشفت عدد العمال اللي شغلين عندك هنا قدي ايه وتقدر توظفهم ازاي وترجع كل واحد بيعمل ايه مش عبا فيه حاجة مش كويسة انا كنت عايز تتكلم يعني فانا كنت عايز اسمعك احنا اللي نتكلم وانتوا اللي تعملوا انتوا اللي تشتغلوا اه تعملوا كل حاجة حلوة لا استرطة قطع ولا لوح حزاز مكسور ولا الكلام اللي كان بيحصل قبل كده ان شاء الله خالص ايوة كامل انا حاجة اشوف المحطات دي وحارخوا الروح في قوقتات انا بس هساعة خمسة طب ما انزل اشوف بقى بتكلم بجد ستاك اشوف اسمان دلوقت وما لوح احنا عايزين نشوفها على طول والله يا فنم كل انا لسه اقلوا مبارح احجيلكوا كل مرة كل شهر احنا عايزين ده يبقى ده نظام عمل مش حد بييجي احنا بنشتغل كده بالمناسبة انا عايز اقولوك على حاجة للناس اللي قاعدة معنا هنا الفائر يدفع اكتر ولا الغني تفتكر مفروض الغني لا الفائر بيدفع اكتر هقولك ليه استنى بس عربة نقل البضاية اللي انت بتتكلم عليها ديت لما ما تتوفرش انقل بالعربية تكلفة نقلة بالعربية للسن والاسمنت والحديد اعلى من انا وقلتون بالايه بالقاطر يوم الشقة تتكلف علي يا كامل بدل مية ايه باي خمسة وسبعين مش كده لكن لما اخذ تقرب السكة الحديد حجم النقلة هيقل نخش على العربيات والعربات تشيل زيادة على الحمولة تباوز الطرق والطرق تبقى عايزة ترفع كفاقتها ويبقى فيها حوادث كل موضوع يا جماعة ما نخدش بالنا منه ونشتغل عليه ونحافظ عليه يعملنا ايه يكلفنا اكتر هنحولوك على حاجة عشان من نقفش راجلها كامل بس هتل بعد لا لا لما من اولا كل وزراء النقل الكلام اللي كامل بيقول عليه ده كانوا شايفينه وعارفينه وعايزين يغيروه صحة كامل مش كده يا دكتور مصفى عشان بس ايه الناس مش موجودة معنا الوقت وقا حاولوا وبزلوا جهد تمام خلت بالك وصولنا اللي احنا فيه بدليل اللي احاولوكو عليه ده دلوقتي يمكن كامل ما تعرضلوش هو احنا خلصنا ميكانة السكة كلها يا كامل لا طبعا انا بقول كده ليه للناس عشان تسمع ده الناس في مصر الميكانة دي معناها ايه معناها ان احنا بقى فيه قلية حديثة تنظم الحركة او تنظم العمل على السكة بشكل بدون تدخل البشري او اقل حجم من تدخل البشري وبالتالي ما بقاش فيه اخطاء ويمكن الفريق كامل يتعرض للمالي حجم التقاطر حيزيد لان البشر بياخد وقت صح فعشان تعمل لاجراءات الامان ثم تخلي الفواصل تزيد شوية تاخد لكن المكان لا بيغلطش مش كده يا كامل فانا بقول لكم كده لان احنا نقدر نقول بالمطلق ان احنا بعندنا سكة حديد مية في المية عندما تنتهي ايه كل مشروع الاشارات كل مشروع الاشارات ليه ما يكانت السكة الحديد لما تكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا بنتكلم على حركة يعني مؤدات بنتكلم على بنية اساسية تحت اللي هي المحطات الرئاسية ورفع كفائتها او خطوط السكة الحديد او ما يكانتها مش كده الكلام ده كله على بعضه ارقام كبيرة قوي طب الارقام دي جات منين بس عشان تبقى الامور واضحة كنت يهمني يا كامل انك انت تقول لي ان ما يكانت الحتة من كذا لكذا القرد بتاعها من اليابان بكذا والحتة من كذا لكذا القرد بتاعها حفظوا هفين من دولاتهم ممكن اقول انا عارف بقول كده لي عارف نقول كده للناس لي عشان تبقى عارفين ان الكلام ده ما تعملش باي بموازن الدولة يا دكتور مصطفى لا ده بقى عب على الدولة وعلى الأجيال ايه القادمة عشان محدش يقول ايه يعني انت مش فين الرحمة فين ايه الرحمة الرحمة موجودة الرحمة موجودة احنا بنعمله ده بالزبط فان مش كده بس كمان لازم نكون احنا مع بعضنا عشان البلد دي تمشي بقول ان الميكانة بتاعت السكة عندما تنتهي تماما نقدر نهلي نفسينا ان احنا بقى عندنا سكة حديد زيها زي اي دولة يا دكتور مصطفى متقدمة بتفضل كمال اول الميكانة حادثك احنا بس عشان الوقت اللي كان متحدد للنهاربية فانا مرخلتش في التفاصيل اتكلمت بس على القطرات اللي هي مناسبة ان احنا هنخرج العربية اشتركوا في القناة